زي النهاردة في 5 مايو 1967 توج الناد الإسماعيلي بطل للدور العام للمرة الأولى في تاريخه وفاز الدرويش بلقب الدور المصري موسم 66-67 في نسخته رقم 17 بعد فوزه على السكة الحديد بالإسماعيلية بهدف دون رد سجله سيد عبد الرازي بازوكا في دي أربعة وستين ليرفع الدرويش رصيدهم إلى 36 نقطة بينما توقف رصيد الأهل عند 32 نقطة بعد هزمته في الإسكندرية أمام نادي الأولمبي حامل اللقب بهدفين دون رد سجلهم عز الدين يعقوب وبدوا عبد الفتاح في الشط التاني وكان الإسماعيلي قد جمع 36 نقطة من خلال 15 فوز وستة عدلات وهزيمة وحيدة من الأهل في القاهرة 3 واحد في الإسبوع التاسع يوم 25 نوفمبر 66 ونجح الفريق في خوض آخر 13 مباراة دون هزيمة حقه خلالهم 25 نقطة فلم يخسر سوى نقطة واحدة في موراة السويس الرياضي بعد عشر انتصارات متثالية كما كان الإسماعيلي صاحب أقوى خط هجوم برصيد 34 هدف يتقدمه الصاعد علي أبو جريشة أصغر لاعب مصري برصيد 15 هدف يليه شحتة وبزوكة ويريعوا بأربع أهداف لكل منهم وفريل إسماعيلي تكون وقتها من عبدالسطار عبدالغني وعيد مصطفى لحرص المرمة وحودة ليستون وأمين إبراهيم وميمة درويش وعبدالعزيز صالح والسناري وسيد الساقة والعربي ووسر تربوش ومحمد معاطي ومصطفى درويش وأميره وشحتة قائد الفريق وعلي أبو جريشة وسيد عبدالرازق وريعو ومحمد حفني وعبد المطرف فرغلي ومحمد عباس وحسني زرزور وعوض عبدالرازق وميمي شعبان وتولى القيادة الفنية الإسكتلندي ويليام تومسون وكان في نفس الوقت مديرا للكرة واستطاع الإسماعيلي أن يكون الفريق المصر الأول الذي توج ببطولة أفريقيا عام تسعة وستين وفي عامي سبعين واثنين وتسعين خرج من الدور نصف النهائي وفي عام الفين وثلاثة حين انهزم في المبرانة النهائية كما استطاع الفوز بالدور العام المصري تلت مرات وكأس مصر مرتين ويشتهر الإسماعيلي بلقب الدرويش وبرازيل العرب وبرازيل أفريقيا اشتركوا في القناة